على سبيل المثال منها في أحد الأيام أراد عودي صدام حسين أن نرسل برسالة شفوية إلى سيد حسن نصر الله أمير عام طلب منك شخصيا؟ لا أراد أن نرسل رسالة فبعث لي إعلامي عراقي كان صديق لي لكي أصطحبه إلى بيروت لينقل هذه الرسالة طبعا أنا لا أملك الإجابة نعم أو لا لكن اتصلت فيهم في بيروت وأن هناك رسالة نرغى في القدوم إلى بيروت لأصل هذه الرسالة أنا وفلان فلاني قالوا تفضل ونرى أفوا بعد ما اتصل بك الصحفي العراقي قال لك أنه أدي صدام حسين عند رغبة أن تنقل أو تنقلون أنت ويا رسالة أو رسائل إلى السيد حسن نصر الله زعيم حزب الله في لبنان وأنت طلبت من مكتب حسن نصر الله آنذاك ماذا كانت الإجابة؟ قالوا تعالوا بنشوف يعني ما كانش إجابة لا لا ولا نعم سفرنا إلى بيروت بعد ما مكثنا يومين ثلاث أيام أجل خبر أن الموعد اليوم الفلاني الساعة الفلانية تلتقوا مع السيد حسن نصر الله ذهبت أنا وهذا الإعلامي والتقينا مع السيد حسن نصر الله وأبلغه الرسالة الشفوية التي كان مضمونها أن العراق مقبل على عدوان غاشم وهذه معركة معركة الأمة أي منذ عام 2000 لا هذا ليس عام 2000 هذا فيما بعد قبل الحرب بأشهر آها يعني خلينا نقول 2002 نهاية 2002 نهاية عام 2002 نعم أنه العراق مقبل على حرب على حرب وهذه الحرب حرب أمة وليس حرب العراق وبالتالي يتوجب أو نتطلع أن تتكاتف كل فئات الأمة التي تنخرط في هذه المعركة في موجهة العدوان الأمريكي إنه العدوان الأمريكي لا يستهدف العراق لوحدها إنه ما يستهدف المنطقة والوطن العربي بأكمله وكان من ضمن الرسالة أيضا كان فيه هدية مرسلة من عدي صدام حسين عبارة عن راية العباس ومقرؤ عليها مقدمة شنو مقرؤ عليها والله هاي مسائل أخوان أهل الشيعة يعرفوا أكثر مني فيها إنه هي راية العباس مقرؤ عليها لتقديمها هدية إلى حسن صلى الله تقبل سيد حسن صدر الهدية واستمع الرسالة دون أن يجيب أو يقول أي تعليقات أنت كنت حاضر؟ أي نعم كنت أنا حاضر أنا والإعلام العراقي هذا أشقد تأخرت أو طولت حتى تلتقون بالسيد؟ يومين أو ثلاثة بس يومين أو ثلاثة نعم وكان طريقكم للوصول إلى واضح معلوم أو في منحنيات؟ لا أنا بالنسبة لي كوني كنت مرأس المنار والمنار كانت في الضحة الجنوبية بعرف الضحة الجنوبية بشكل جيد وبعرف وين مقرات وأماكن وجود المكاتب القيادية لحزب الله وبالتالي كانت المسألة بالنسبة لي يعني غرضي كانت هناك جراءات أمن حتى تصلوا للسيد حسن صلى الله لا كان فقط أنه انتقلنا من محطة المنار إلى مكتب أحد أعضاء المكتب السياسي لحزب الله ومن هناك استقلنا بسيارة خاصة معه وذهبنا سويا إلى مقر بعتقد أنه كان مجلس الشغرى لحزب الله وفي ذلك المبنى التقينا بحسن صلى الله وتم اللقاء وتقبل رسالة وتقبل هدية وخرجنا بعدها شنو كان في حول رسالة؟ أنه العراق مقبل على موجهة عدوان غربي والمطلوب من المطلوب أنه مطلوب من كل القوى العربية والإسلامية في المنطقة أن تتحد وتكون يد واحدة في موجهة هذا العدوان بغض ننظر عن انتمائتهم السياسية أو الطائفية أو الإقليبية لأن هذه الهجمة ستستهدف الأمة العربية كاملة ومنهم الأمة الإسلامية وباعتقاد العراق كان ذلك أن العراق هو البداية وإذا ما حقق العدوان غياته سيتم الانتقال إلى الخطوات الأخرى ولا تستهدف كل حركات التحرر العربية والإسلامية في المنطقة يعني هل كان المطلوب من السيد حسن نصر الله أن يزود العراق بسلاح مقاتلين ولا بس بالموقف الإعلامي أبدا بس أن الموقف وتبيان خطورة ما هو قادم أن ما هو قادم لا يستهدف العراق لو أحد أنه يستهدف الجميع وهذا يحتم على الجميع أن يكونوا كلهم يد واحدة في مواجهة هذا العدوان أوكي هاي فهمناها أستاذ فؤاد ولكن يعني لما إبن رئيس دولة يبعث رسالة وموفدين أو مكلفين إلى زعيم حزب كبير يعني يطلب منه فقط أن بالإعلام أنه يقول أنا معكم وكذا وإنما طلب مثلا إسناد لا لا أنا بتقديري بحكم خلفية الحرب العراقية الإيرانية كان هناك فجوة ما بين العراق وما بين القوى الشيعية في المنطقة وبالتالي أراد العراق أن يوضح لحزب الله أن هذه الفجوة لا تحول دون أن تتكاتف كل القوى العربية والإسلامية في مواجهة هذا العدوان بغض النظر عن الماضي الذي كان في عراق وإيران بحيث لا يؤثر هذا الماضي على علاقة العراق مع القوى الشيعية في المنطقة العربية ماذا كانت الإجابة؟ لم يكن هناك إجابة إنما فقط استمع إلى الرسالة وتقبل هدية وبلغ تحياته يعني لا إي ولا لا؟ لا ما كان مطلوب أصلا بالرسالة جوابي أو لا إنما كان مطلوب أن نقل رؤية رؤية العراق لما هو قادم وبالتالي يأمل في كل القوى العربية والإسلامية في المنطقة أن تتكاتف في مواجهة هذا العدوان ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة